اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما العزمة التي يمثلها تركيب سين في الوضع التشريحي الموضح بالشكل المقابل طبعا وضع التشريحي معنا كده ده عند اللي هي عظمة اللي هي الابهم وبيكون عظمة القعبرة يمت مين يمت الابهم بل قدام ده عبارة مين عظمة اللي هي القعبرة وعندي سين ده بيمثل مين بيمثل اللي هو الزند فهنا بقولي هنا الزند في عظام الطرف الايمن طيب احنا تفانى اللي قدام ده عبارة مين سين ده عبارة مين عبارة عن الزند طب يا طار اللي قدام ده طرف ايمن ولا طرف ايصر طبع اللي قدام ده عبارة مين عبارة عن طرف ايه طرف ايمن عشان اللي قدام ده قلنا اسمه الوضع التشريحي وبيكون هنا الابهم يمت الخارج وعند القعبرة بيكون في نفس الاتجاه فإيصن ده اللي قدام ده عبارة عن طرف مين طرف اللي هو الايمن يبقى كده اللي جابة اللي هي رقم مين رقم ألف في الشكل المقابل يوضح السهم حركة كاف اليد 180 درجة يبقى عندي كاف اليد بتتحرك كام بزوي كام 180 درجة اي العظام التالية تعتمد عليها تلك الحركة اول حاجة عندنا اللي هي عظمة القعبرة عظمة مين القعبرة ولا عظمة الزند ولا عظام راحت اليد ولا السلميات طبعا زي ما احنا عارفين اللي هي عظمة القعبرة هي اللي بتدي حركة نصف دقارية بالنسبة لمن اللي هي الساعد تمام وبالتالي هي دي المتحكمة في مين فيه اللي هي حركة كاف اليد بزوي كام 180 درجة يعني عندي ايدة ها لما حركها كده مين اللي تحرك معاه دلوقتي اللي هو مين اللي هي عظام مين عظام اللي هي القعبرة وبالتالي نختار مين رقم الف عندنا العزمة القاطر اله العزمة التالية يتصل بين الجزء المشاريه بالحرف في سين ALI packs ven نختار عزومة ماء حتى يكون بالطبع كم عدد العزومة المكونة للشكل المقابل كما عظمة قدام هنا في شكل قدامي. طبعا ده بيمثلي اللي هو الحزام اللي هو الحوضي. طبعا القدام ده عبارة عن اربع عظام. اربع ايه? اربع عظام اللي هم ايه? اول حاجة عندنا اللي هو الحزام اللي هو الحوضي ده اللي هو بيمثلي اللي هو عبارة عن عظمتين. عبارة ايه? عبارة عن عظمتين. طبعا كل واحدة منهم بتتكون من تلات حاجات اللي هي الحرقوفة واللي هي الوركة واللي هو العانى والتي ملتحميم وحديованияwoا woolắt الانتانية واحدة كمان اصبحوا اتنين وعندنا واحدة اذا قد happened to me trzeba عبر عن عضمت الى العاجز بعدكدد اصل gehabt الا انتناولى اما يلي يمثل وجه اختلاف بين الشاكلين مقابلين طبعا ده عبارة عن اب downtime الى اليد بده عظم القدم طيب هذه تعود ان نوع الاهيكل منتمية ان اي لاجبお願いします طب هما الاتنين طبعا ام osteولي وهذا الترفية وهذا الترفي رقمها العدد العظام طيب how does that look at the ears of the eyes ? ايوه او ايجا اذا هو ا затرملي اتلاف صحيح اون عدد العظام لويه قم في الرزغ автомوjar Чер última المحسط чно السلميات 12 قم في جميع الامتقال 20 المؤثر تب تعالى كده نشوف هنا بالنسبة ليه اللي هو عظام اللي هي القدم عندنا هنا رزاء القدم عبارة عن سبع عظام عندنا بعد كده اللي هي الأمشاط عبارة عن خمسة عندنا بعد كده اللي هي السلميات عبارة عن كام عبارة عن اربعتاشر سلمية أصبحوا كده كام سبعة وخمسة اتناشر واربعتاشر بكام ستة وشتون عظامة يبقى هنا التي اختلافين في عدد من في عدد العظام بقي lnaz secretary هنا عندنا هنا فيه بالنسبة لأمشاط هنا فيه خمسة وهنا فيه كام فيه خمسة طبعا ده ما ينفعش معنا رقم دال عدد السلميات هنا فيه 14 وهنا فيه كام فيه 14 وبالتالي ده كمان ما ينفعش معنا يبا كده الإجابة رقم بي أول سؤال أي العظام التالية تربط الحزام الصدري بالهيكل المحوري هيا طرح الفقرة العنقية السابعة الضرعة الأول الفقرة الصدرية الأولى القص تعال نبص مع بعض رسمك عشان نفهم السؤال دلوقتي عندنا الحزام الصدري يترى هيرتبط مع الهيكل المحوري عن طريق ايه هيرتبط عن طريق حاجتيين أول حاجة عضمة للي هي الطرقوة دي أول حاجة عندنا الحاجة التانية اللي هي عضمة مين اللي هي عضمة القص يبقى عندنا عضمتين قص وطرقوة الموجود منهم نختاره نختار مع بعض الى مين رقم دال الى عظمة مين عظمة القص مع عدد عظام طرف علوي واحد في الانسان طرف علوي واحد بس احنا عارفين طبعا لو الطرف العلوي بتكون من 30 عظمة اللي هم عبارة عن 1 عدد عبارة عن عظمة واحدة اللي هي عدد واتنين ساعد اللي هي الزند والقعبرة و27 عظام مين عظام اليد معنا كده نختار مين اللي هي 30 مع عدد عظام قدم الانسان في طرف واحد فقط يطار 12 17 26 27 طبعا العدد كام 26 عظمة تعالوا نفتكرهم مع بعض كده عندنا اول حاجة سبعة اللي هي عظام اللي هي الرزق الرزق القدم ده اول حاجة وعندنا الخامسة اللي هي مشت القدم وعندنا 14 سلمية لو احنا جمعناهما يطلع كام 26 عظمة اي الاجزاء التالية يختلف تناظرها عدديا خلي بالي يعني الفرق فقط فيه العدد بين الطرف العلوي والطرف السفلي اول حاجة عندنا اللي هو مين الساعد واللي هو الساق طب عندنا الساعد كام عظمة ده عبارة عن عظمتين اللي هم الزند والقعبرة يبدا تنين طب الساق مرضك اتنين اللي هي الشازية والقاصبة في اي زنده ما يفعش معنا رقم بيه رزق اليد ورزق القدم طب رزق اليد كام عظمة والله رزق اللي هو اليد عبارة عن اللي هو 8 عظام 8 ايه 8 عظام اما رزق القدم اللي هو عبارة عن كام عبارة عن 7 عظام فاذا هنا فيه اختلاف اذا دي كده الاجابة عندنا رقم جيم راحت اليد ومشت القدم طب راحت اليد فيها كام عظمة فيها 5 عظام طيب مشت اللي هو القدم برضك فيه 5 ايه 5 عظام فاذا ده ما يفعش معنا احنا عاوزين حاجتين مختلفين خلي بنا رقم دل سلميات اليد طبعا ديت عبارة عن 14 عظمة سلميات القدم برضك عبارة عن 14 عظمة في زن دي كمان ما ينفعش اخترها يبا كده الإجابة رقم بي فيما تتشابه عظام رزغ اليد مع عظام رزغ القدم رزغ اليد ورزغ القدم طب اول حاجة عندنا اللي هو مين اللي هو العدد طب دي كم عظمة دي عبارة عن 8 عظام طب دي عبارة عن كم عبارة عن 7 واحنا عاوزين متشابه يبقى هال متشابهين في العدد طبعا لا رقم بيه التركيب احنا عاوزين طبعا هل هما الاتنين متشابهين في التركيب طبعا هما الاتنين متشابهين في التركيب عشان هما الاتنين عبارة عن عظام يعني بيدخلوا في تركيبهم اللي هو الكاليسيوم وبالتالي دي الإجابة صح الشكل طبعا بتاعهم مختلف هما الاتنين عن بعضه عندنا الحجم برضك مختلف عندنا طبعا عظام اللي هي الرزغ القدم بيكون أكبر من الرزغ اليد نتيجة أن عندنا هنا فيه الرزغ القدم بيكون العظمة الخلفية الرزغ الادمة بيكون الرزغ الغن lgd وجدنا التركيب هي الترتيبات التالية صحيح للعظام حسب أطولها من الأطول إلى الأقصر يعني ترتيب تنازلي من الكبير للصغير والله عندنا كده منطال بساطة أكبر عظمة في جسم الإنسان اللي هي عظمة الفخص فلازم يبدأ بالفخص عدد غلط زند غلط طبعا الصح عندنا اللي هو مين الفخز بكده الإجابة على طول رقم مين رقم جيم أول حاجة اللي هي الفخز هي اللي هي العدد ثم اللي هو مين اللي هو الزند إذا كان عدد عظام الطرف العلوي يساوي سين طيب نسأل نفسنا سؤال كده هو عدد عظام الطرف العلوي كام يطره والله عدد عظام الطرف العلوي 30 عظمة اللي هي عبارة عن 1 عدد و2 ساعد اللي هي الزند والقابرة وعندنا كمان 27 عظم 2 اللي هي عظام اليد حلوه احنا قلنا 30 دولت هنعتبرهم اسمهم ايه اسمهم سين فكم عدد عظام الطرف السفلي طبما الطرف السفلي هو كمان 30 عظمة لان الطرف السفلي عبارة عن 1 فخت و1 رطفة و2 ساق اللي هي شازية وقصبة و26 عظم 20 عظام القدم معنا كده ده عبارة عن 30 عظمة وده 30 عظمة وهما الاثنين هيكون اسمهم إيه اسمهم سينة وبالتاني نختار مين هنختار سين عندنا فيما تختلف عظام راحت اليد عن عظام مشط القدم يا طره هما الاثنين مختلفين في إيه أول حاجة بقول لي عدد العظام طيب عندنا أول حاجة اللي هي راحت اليد عبارة كم عظمة عبارة عن 5 عظام والخمس عظام دي بيكون رفيعة مستطيلة بتأدف الآخر المين إلى اللي هي إيه عظام اللي هي الأصابع الخامسة طيب عندنا اللي هي عظام اللي هي مشط القدم عبارة عن كم بردك عبارة عن 5 عظام رفيعة وطويلة وبردك بتنتقل إيه بالأصابع يبقى معنا كده هنا مش مختلفين فيه اللي هي العدد وبالتالي ما ينفعش نختارها يبقى ده أول حاجة من نزمنا ما ينفعش إيه ما ينفعش نختارها الحاجة التانية عندنا اللي هي طول العظام طول مين طول اللي هي العظام طبعا دي الإجابة الصح عندنا لما سألك سؤال هل عظام راحت اليد قد عظام مشط القدم طبعا لا عندنا طبعا مشط القدم بيكون إيه أطول عندنا منين من راحت مين من راحت اليد وبالتالي هنا اختلافين فيه اللي هي الطول تركيب العظام طبعا هم اللي اتنين عبارة عن عظام يعني هيدخل في تركيبهم اللي هو الكالسيوم وبالتالي ده ما ينفعش معنا نوع الهيكل التي تنتمي إليه هم اللي اتنين بينتمون مين للهيكل اللي هو الطرفي وبالتالي ده كمان ينفعش معنا يبقى كده الاجابة رقم بها. كم عدد تجويف الهيكل الطرفية? ياطر الهيكل الطرفية فيه كم تجويف? والله عندنا فيه ست تجويف. فيه كم? ست ايه? ست تجويف. يبقى الاجابة على طول رقم مين? رقم جيم. اللي هم نفتكرهم مع بعض. عندنا فيه اللي هو التجويف الاروح طبعا دول اتنين. عندنا بعد كده اللي هو التجويف اللي هو الحق. وده عبارة اتنين. وعندنا اللي هو التجويفين اللي هو موجودين بين عظمتين اللي هي الزين ده هو اللي هو العدد اللي هو يكون مفصل اللي هو مين الارقوع يبقى كده كان فيه ست تجاويف كما عدد عزام القفص الصدري والحزام الصدري معا طب تعالي نحسب مع بعض كده الاول اللي هو مين اللي هو عدد عزام اللي هو القفص الصدري طبعا ده بيمسل لي 37 عظمة 37 عظمة اللي هم عبارة عن ايه اللي هم عبارة عن اتنشر زوج من الضلوع يعني 24 عظمة مع عظمة اللي هي القص مع اتنشر فقرة ظهرية لو احنا جمعنا هم يطلع كم 37 طب الحاجة التانية عندنا اللي هو مين اللي هو الحزام الصدري طبعا ده عبارة عن اربع الزوم اللي هم عبارة عن مين عبارة عن اتنين لوحي الكتف واتنين طرقوة لو احنا جمعنا 37 زادة اللي الاربعة هيطلع معايا كام هني طلع معايا 41 يبالي جامع philosophy رقم ده اللي هي كام 41 واربعين في الشكل المقابل تتصل العظمة سين طبعا العظمة سين دي هي عظمة القص بالهيكل الطرفي عن طري مين يا طرى يا طرى زوج واحد من العظام والعشرة أزواج من العظام ولا أحداشر زوج من العظام ولا اتنشر زوج من العظام طبعا الإجابة عندنا هي رقم ألف اليمين زوج واحد من العظام هو هنا بيقول لي بتتصل بمين خلي بالهيكل الطرفي بالهيكل ايه بالهيكل الطرفي المحوري يدخل seep الطرف الهيكل ال 것도 Renee هي مطاعف وحدة الهيكل الو writings العظم الطروس الذهب tranke ما هي الطرف المعزمة المعزمة طريقك على فتح الهيكل الدول اي العبارات الاعتية تنطبق على العظمة المقابلة طيب يطر العظمة المقابلة اللي هي قدام دي دي عبارة عن اللي هي الفخز ولا العدد طبعا دي عبارة عن مين عبارة عن اللي هي عظمة مين عظمة الفخز طيب تعالي نشوف مع بعض كده عظمة اللي هي العدد ونفرق بينهم هما الاتنين نعرفهم من بعد ازاي عندنا بيكون في عظمة العدد الجزء ده ما بيكون شي كبير بيكون صغير عندنا وبالتالي هنا ده بيكون الفرق بين اللي هي عدمة العدد وعدمة مين اللي هي الفخز يبقى احنا اتفعنا اللي قدامنا ده عبارة عن مين عدمة مين عدمة الفخز وعرفناه من الجزء ده اللي هو بيستقر في اللي هو التجويف مين في التجويف اللي هو الحقي فهنا بقول لي هنا رقم ألف تكون الجزء العلوي للطرف العلوي هل ده طرف علوي طبعا احنا قلنا ده طرف سفلي أصلا وبالتالي ما ينفعش معنا تكون الجزء الجزء العلوي للطرف السفلي أيوة طبعا ده صح عندنا وقولنا ده بيستقر فين فيه التجويف مين اللي هو الحق اللي هو يكون اللي هو مفصل مين وله هو الفخص رقم جيم توازيح عظمه اخرى لتكون جزء من طرف علوي واحد طبعا الكلام ده غلط هو طبعا بيكلمني دلوقتي على مين عن عظمة اللي هي القعبورة وا عظمة الزين ده هما الاتنين بيوازوا ايه بعض عشان يكون لمين الطرف ايه الطرف العلوي رقم ده لدينا بولة وزيها اللي هي عظمة اخرى لتكون جزء من طرف سفلي طبعا برضا الكلام ده غلط هو بيكلمنا على مين بيكلمنا عن عظمة اللي هي القصبة واللي هي ايه الشازية وبالتالي الصح عندنا رقم مين رقم بي من الشكل المقابل ما الجانب الذي يمثله هذا الشكل اللي مصد كده على الشكل طبعا ده عبارة عن عمود الفقري وعندنا ده القفاص الصدري وعندنا طبعا ده IDEA اللي هي عظمة مين عظمة اللي هي الطرقبة وهنا طبعا كلها اللى هو saying الهوه اللي هو لوح الكتف وطبعا كلها اللى هو الطرف فين ايطار الطرف اللي هو قدامي ده ايمن ولا ايصر تمام؟ فى اول حاجة نعرف الاخطار اللى هو الطرف يمين ولا شمال وهل منزر هو امامي ولا خلفي ابنزر ما نرى طبعا الواسرة مين ضرفها طالما ظهر اللي هي قدامي معنى كده اللي هي قدامي رقم اتنين ما العظمة التي يشير إليها الظل الأحمر إلى حدوث كسر بها العظمة اللي هي قصرة دي اسمها عظمة مين؟ احنا لسا أيلين والله احنا قلنا دي اسمها عظمة مين؟ عظمة اللي هي التركوة وبالتالي نختار مين اللي هي أيه؟ التركوة في الوضع التشريحي العظام والطرف العلوي للإنسان أي مما يليه صحيح تعالوا نبص على الشكل كده ونعرف الإجابة على طول اللي قدامنا ده اسمه الوضع التشريحي يعني فارد إدية بالشكل ده تمام؟ يبقى إدية مفرودة بنفس الشكل ده تمام؟ عندنا الإبهام بهنا يكون يمت الخارج وعندنا هنا عظمة اللي هي القعبرة بيكون يمت الخارج يبقى عندنا قعبرة يمت برة والإبهام يمت برة ده اسم الوضع مين؟ اللي هو الوضع اللي هو التشريحي دي بالإجابة عندنا رقم به زي ما احنا شايفين عظمة القعبرة في وضع خارجي يمت برة بالنسبة لعظمة مين؟ لعظمة اللي هي الزنت طبعا الزنة من جوه واللي هيندة 것은من المدبر من الف migrant أعلى عظمة الذنت هل هي ؟ طبعا جنبها عظمة القابرة أسفل عظمة الذنت في وضع داخلي على عظمة الذنت لا هي في وضع ايه خارية وليس ايه داخلة يبقى كده الاجابة رقم به اي مما يلي يضم ما يزيد عن نصف عدد عظام الجسم طيب هو عدد عظام الجسم كم اصلا والله عدد عظام الجسم 206 عظمة وهنا بقول لي هنا يزيد عن نصف عدد ده يعني معنى كده هدور على الاكتر من 103 لان النصف 103 فاحنا عاوزين عدد يكون اكبر من كم من 103 فعندي هنا رقم الف بول الأحزمة والضلوع طيب الأحزمة هنا المقصود بها اللي هو الحزام الصدري والحزام الحوضي طيب الأحزمة عندنا اللي هو الحزام اللي هو الصدري طبعا عبارة عن 4 اللي هي عظام اللي هم 2 اللوح كتف و2 طرقوة وعندي اللي هو الحزام اللي هو الحوضي عبارة عن 4 وكمان 2 حزام اللي هو الحوضي وهي عظمة اللي هي العجز وعظمة مين اللي هي العصص معنى كده انهم كام 4 يبقى 4 و4 كام 8 يبقى الاحزمة كلهم عبارة عن 8 عزام. عندنا الضلوع زي ما احنا عارفين 24 ضلع اللي هم 12 زوج من الضلوع 24 يبقى عندي 8 و 24 يطلع لي كم هيطلع لي 32 وبالتالي ما ينفعش نختارها. رقم بيه الطرفين العلويين والطرفين السفليين. طب الطرف العلوي الواحد عبارة عن 30 عضمة تمام? اللي هو عبارة عن واحد عدد واتنين ساعد اللي هو ازنته القبارة و 27 عضمة ايه اللي هي عزام اليد. ده اللي هي اليد الواحدة. اليد التانية هيكون كام تلاتين هي كمان اصبحوا كام ستين. عندنا اللي هو الطرف السفل الواحد بيكون عبارة عن تلاتين وكمان. اللي هي عبارة عن واحدة. عظمة اللي هي الفقز ووحدة الرطفة. واتنين ساق اللي هي شزية والقصبة و 26 عظمة ايه اللي هي عظام القدم. اصبحوا كام تلاتين. وهم عندنا طرفين. اصبحوا كام ستين. يبقى ستين وستين يبقى كام يبقى مية وعشرين عظمة. يبقى انا كده دي الاجابة عشان الرقم ده بيزيد عن كام بيزيد عن مية وثلاثة العمود الفقر طبعا هو هنا بيسألنا على مين على عدد العظام عدد العظام وليس عدد الفقرات عدد العظام اللي هو العمود الفقر ستة وعشرين عظمة وطبعا تلاتة وتلاتين فقر النماء بالنسبة للعظام كام قلنا اللي هو ستة وعشرين عظمة وعندنا الضلوع اربعة وعشرين لما جمحهم على بعض يطلع لكام خمسين طبعا ده مش اكتر من مية وتلاتة وبالتالي مافحش اختاره. رقم دل العمود الفقري اللي السايلينه كام ستة وعشر عظمة. اللي هي الحزامين اللي هم الصدرين والحوضيين. تمام? حزام الصدر والحزام الحوضي تمانية. يبقى ستة وعشرين وتمانية يطلع لي كام يطلع لي اتنين وتلاتين برضك ما ينفحش اختاره. يبقى كده اللي جاب رقم به. ما اطول واسقل عظمة في الجسم. عدد فخز قصبة عصص. طبعا مين? اكبر عظم عندنا في جسم الانسان اللي هي عظمة مين? عظمة اللي هي الفخز. اي مما يأتي يتكون من اقل عدد من العزام. طبعا نبص مع بعض كده. عندنا اول حاجة اللي هو مين? رزغ اليد طبعا ده عبارة عن سبع عزام. عندنا الساعد عبارة عن عظمتين اللي هي الزندول قابرة. الحزام الصدري طبعا عبارة عن اللي هو اربع عزام. اللي هم اتنين اللوح كتف واتنين طرقه. الجنجمة بالمرحقات بتاعتها عبارة عن تسعة وعشرين عظمة. اللي هم عبارة عن تمانية جزء مخي. وواحد واربعتاشر اللي هم الجزء الواجهي. وعندنا واحد اللي هو العظم اللامي وست اللي هي عظمات مين اللي هي ايه? سماعية. طيب. وعاوز مين? عاوز اقل عدد طبعا اللي هو كام اللي هم اتنين اللي هو هي اللي هم الساعد. كمعدد عزام الهيكل الطرفي التي تتصل بالهيكل المحوري. يا تركم عظمه. يا اربعة ست تمانية عشرة. طبعا هما كام هما اربعة. اللي هم عبارة عن ايه? عندنا اول حاجة اللي هما العظمتين اللي هما ترقوها. ترقوها واحدة يمين واحدة شمال. فكده اول عظمتين عندنا. تمام? الحاجة التانية عندنا اللي هي عظامة اللي هي الحرقفة. اللي هي مكونة اللي هي الحزام الحودي. اللي تتصل بمين بيه الفقرات اللي هي العجزية? طبعا الحرقفة بالنسبة للحزام بتعتبر كعظمة واحدة وبالتالي واحدة يمين واحدة شمال اصبحوا كام اتنين. يبقى عندنا الاتنين بتوع مين اللي هم الحزام اللي هو الحودي مع الاتنين اللي هم الطرقوة اصبحوا كام? اصبحهم اربعة. اي العظام التالية ليست من العظام المسطحة. العظام المسطحة يعني مفروضة زي الكتاب اللي هو قدام ده. فعندنا الحرقوف بتعتبر من العظام المسطحة. القصة نفس الكلام. القصة بلا بيكون فيها نوعية من الاتواء عاملة زي اللي هي المصبورة كده. وبالتالي ديت هنا ليست من العظام مين اللي هي المسطحة. لوح الكاتف طبعا من العظام مين المسطحة. الشكل البيان الذي امامك يمثل عدد عظام عدد خلي بالي عدد عظام اجزاء الطرف العلوي الواحد في الانسان. اي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لعظام هذا الطرف من اعلى الى اسفل. طب من اعلى عندنا اول الى عدة العدد زي ما احنا شايفين ده عدد العظام فعندنا اكبر عدد وده اللي هو ايه اقل عدد. وده اطراف مين اللي هي اطراف العلو؟ عندنا طبعا هنبدأ هنا من اين للأسفل؟ فاول حاجة عندنا بالنسبة للأطراف العلو اللي هو عظمة مين اللي هي العدود؟ وبالتالي هنا نختار اقل حاجة عندنا طبعا نتقدم Dell ming قدامي. فلازم اللي بالنسبة لنا تبدأ بالميم يبقى كده ده بالنسبة لنا غلط وده بالنسبة لنا غلط كده الميم صح وده صح بالنسبة لنا طبعا الميم ده اللي هو عبارة مين عبارة عن اللي هو العدود هيجي بعد كده اللي هو مين اللي هو الساعد والساعد بيكون من عظمتين زي ما احنا عارفين اللي هو الزند والقابرة يبقى انا كده هندور على الاكبر من ده على طول كده اللي هو مين صاد يبقى الصاد ده بيمثل مين بيمثل ساعد يبقى عند مين بعد كده صاد ميم صاد ميم صاد بعد كده لصاد هنخش بعد كده على مين على اللي هي عظام اليد وعظام اليد هتبدأ بأول حاجة اللي هي رزغ اليد ودول عبارة عن 8 عظام يبقى ندور على الأكبر من ده اللي هو مين 8 عظام قدامنا هو طبعا هنا ده يكون ده أكبر من ده وبالتالي نخليها عين تمام ده تمانية وده يكون خمسة فعند ده اللي هو بيمثل مين بيمثل اللي هو رزغ رزغ اللي هو اليد اللي هو عين ده يبقى ده عبارة عن مين رزغ اليد تأخذ through eight وبعد كده ايه اللي هي الامية بكده الاجابة رقم مين رقم جين من الشكل المقابل فيما يتشابه الجزء رقم واحد مع الجزء رقم اثنين طب يالي قدامنا اصلا دهيت والله قدامنا دهيت عبارة عدمة مين عدمة اللي هي القص طيب بقول لي رقم واحد ده اللي هو الجزء العظمي ورقم اثنين ده عبارة عن جزء او ضروف يا ترى هما الاتنين بيتشاوهم مع بعض في ايه فاول حاجة بقول لي ان هو ناسيجا مكول لكل منهما طبعا الكلام ده صح طيب ليه؟ لأن هما الاثنين عبارة عن عنساجة ضما بقصد نسيج دامة فيه تشابه بين هما الاثنين نسبة الكاليسيوم في كل منهم طبعا مش متشابهة في الجزء الذي هو العظم مجددا بيكون نسبة الكاليسيوم آليه جدا بالنسبة للغزروف هيكون اقلها رقم اتصال كل منهما بالضلوع صبعا الدلوع بتتصل بمين فقط رقم واحد انما لا تتصل بمين برقم اتنين وبالتالي ده ما ينفعش معنا رقم دل درجة الصلابة طبعا غلب برضك ليه علشان ده طبعا بيكون صالب اللي هو رقم واحد انما رقم اتنين اللي هو الجزء الغضروفي بيكون ايه اللي هو مرن ما العظام التي يتصل بها هذا التركيب في جسم الانسان يترى ايه العظام التي تتصل بها يترى العشرة ازواج الاولى من اللي هي الدلوع ولا العشرة ازواج الاولى من الدلوع وعدمطي الترقبة ولا الاتناشر زوج من الدلوع فقط طبعا احنا عندنا طبعا بالنسبة للدلوع هم عشرة ازواج فقط بيتصلوا بمين بيه اللي هي عضمة مين عضمة القص زي ما احنا عارفين وعندنا اخر رجلية زوج اخر الزوجين عندنا بيكون بالت esse menć valt دلوع اللي هي ايه العائمة بيكون غير متصلة بمين بعضمة القص وبالتالي عشرة ازواج دي صح بالنسبان 10 ازواج دي صح بالنسبان انما هنا بقول لي فقط طيب ما احنا عندنا كمان فيها عضمطية تركوه بتتصل بها ايها كمان وبالتالي كده الف بالنسبة لنا غلط بيه كده بالنسبة لنا صح لان عضمطية تركوه هما كمان بيتصلوا بيها فبقول لرقم جيمي هنا الاسنى عشر زوجة من الدولة لا مش اللي اتناشر ده هما عشر بس اللي اتناشر لقى غلقت اصبحوا ايه عشر فقط زي ما احنا اتفاني بكده الاجابة رقم بها كما عدد اعزام الهيكل الطرفي طبعا اللي هو الهيكل المحوري 80 والهيكل الطرفي كام اللي هو 126 بكده الاجابة اللي هي 126 ديه اللي هي عدد اعزام الجسم ككل 300 طبعا غلطي بكده الاجابة ارقم بها اي العبرات الاتية تنطبق على الشكلين المقابلين سين وصاد ما نيجي نبص كده عندنا طبعا صاد اللي هو قدام ده ده عبارة عن اللي هو الوضع التشريحي زي ما احنا اتفانا اللي هو الابهام يامة الخارج وعندنا قابرة يامة برا وعند الزندية متى الداخل هنا ايه اللي حصل هنا هو طبعا نفس الزراع الزراع ده بدأ يلف يعني انا ايه ده اه بدأت ايه بدأت الفها بالشكل ده اه بيحصل عاملة ايه التفاف التفاف لمين طبعا عضمة القعبارة زي ما احنا عارفين بتلف بزاوي كام بتلف اللي هي حركة نصف دائرية زي ما احنا عارفين فنشوف كده الاختيارات اللي هي عندنا فبقول كده اول حاجة عنده هنا سين يمثل الزراع الايصر وصاد يمثل الزراع الايمل لا طبعا ده بنسباننا هو عبارة عن مين احنا قلنا ده يامة الخارج اللي هو مين اللي هو القابرة يامة برا وده الابهام يبا معنا كده ده عبارة عن مين اللي هو عبارة عن اللي هو الزراع الايمن لان ده منظر امامي بالنسباننا منظر امامي تمام احنا قلنا بالنسبة لمنظر الامامي طبعا ده بالنسبة لنا اللي هو الزراع الايصر طبعا ما هو الايصر يبقى بالنسبة لنا اللي هو ايه اليمين بنعكس طبعا يبقى هو زراع ايمن فبقول لي هنا يمثل اللي هو سين ده اللي هو زراع ايصر لا هو نفس الزراع يبقى كده بالنسبة لنا ده غلط بقول لي سين اللي هو ده يمثل الزراع الايمن وصاد يمثل الزراع الايصر لا هم الاثنين ايمن زي ما احنا اتفقنا سين زراع مقصور وصاد زراع سليم لا اهما الاتنين سولان سين يمثل سين يمثل صاد بعد دوران القابرة طبعا ده الصح عندنا يبقى الاجابة رقم دل يارب يكون فهمنا ما تنساناش من صالح دعواكم بمشيط ربنا المراجع كامل مع بعض كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديوه القادمه وصلاة الله عليكم ورحمته وبركاته